أنها يعني برضو بأكد تاني فكرة أنه بدأي لي أنه يمكن ده يبقى بحصل في مطشاط الكاس لأن فكرة النوكاوت دي أو خروج المغلوب شوية بتمثل ضغط على اللعيبة وبيبقى فيها قلق وتوتر إلى حد ما بيأثر على سيناريو المباراة ونلتمس لهم ده في مباراة المقصة مبارح لكن أنا زي ما قلت لكم على مستوى الأداء لأخر سبع مطشاط للنادي الأهلي في حاجات كتيرة جداً اتطورت وهنتكلم فيها طبعاً مع نجمينا النهاردة فيه السادسة كابتن أشرف ممدوح خليني نرصد مع بعض يعني زي ما بنشوف أو زي ما بنطالب بجمهور أنه الأهلي يبقى فيه أحسن صوره أنا ما عنديش شك أنه الناس اللي حتى ممكن تبقى غطبانة أو بتنتقد أو مش راضية بأي شكل من الأشكال وبتعبرت عن ده حتى لو كان التعبير ده بعنف يعني أنا طبعاً يعني قصة السوشال ميديا بالنسبة لي ماهيش مقياس أنا عارف أنه الجماهير مش موجودة في المدرجات وده إلى حد ما ممكن يكون الويندو الوحيدة اللي من خلالها هيقدروا يعني يتكلموا يعبروا عن رأيهم لكن حتى الناس دي حتى الناس دي حسسني طبعاً اللجانة الإلكترونية بجيبهم من بعيد لكن أنا بكلم على الجمهور العادي بيعمل ده عشان بيحب نادي الأهلي وبيغير على فنالة نادي الأهلي وقال آن عن نادي الأهلي وعايشوف نادي الأهلي أحسن نادي في الكون يعني هو تعود أو تربع على الفكرة دي الأهلي دايماً أحسن حاجة في الدنيا فبالتالي لما بيبقى فيه شوية بيبقى فيه تراجع بس صدقوني التراجع ده منطقي جداً عشان ما نظلمش نفس اللعيبة دي يعني أنا مش هاخدكم لأتنين أفريقيا واثنين سوبر واثنين برونزية يعني الكلام ده أنتوا حفظتوه وممكن تكونوا كمان زهقتوا منه شوية رغم أن فيها نداية ما شافتش بطولة أفريقيا دي يعني من سنين طويلة قوي وجمايرها ما فقدتش الأمر بس ها الأهلي عودنا على كده ومستنين نشوفه كده وطمعنين في أنه اللي جاي واللي جاي ده يعني إحنا ما بنقولش إن إحنا بنستنى أهلي سنين يعني أنت بتعودش تستنى الأهلي سنين عشان يرجع الأهلي في آخر ست نسخ وصل خمسة نهائي فالأهلي الحمد لله الحمد لله بيقدر يقوم بسرعة وبيقوم أقوى من الأول وده اللي احنا متكلم فيه كلنا ومتفقين عليه كلنا سواء كنا بنعبر عن ده بهدوء وبنتروى كده في إصدار الأحكام سواء على اللاعبين أو على الجهاز الفني أو حتى لو بنعمل ده بعمف لكن في النهاية خلينا نبص أو نقف على الأرضية المشترك إحنا عايزين الأهلي إزاي بداية من الموسم اللي جاي وبشوف إن فترة كويسة جدا الفترة دي ما فيش ضغوط على الجهاز الفني ما فيش ضغوط على اللاعبين وفيه لعيبة كتير جدا عندها الدوافع والحوافز اللي ممكن تشتغل عليها يعني لعيب زي متولي لعيب زي محمد محمود فرصة فرصة جات أمسك فيها بأيديك واسنانك وإحنا ما عندناش شك أو على أقل أنا ما عنديش شك إنه لعيب زي متولي أو لعيب زي محمد محمود كاليبر الأهلي يعني اللعيبة دي الكريتيريا أو مواصفاتها لعيبة أهلي ومشتها ومشت أهلي واللعيبة اللي طالعة من تحت زياد طارق أشرف كوكا ما كانتش هجيلك الفرصة دي على طبق من الدهب لو الأهلي النهاردة في أحسن أحواله يعني إحنا لو وصليني النهاردة لنهاية الموسم بنفس البرفورمس أو بنفس مستويات الأداء نفس الكيرف اللي ابتدنا به الموسم ما كانش حد من دول هيبع عنده فرصة مشارك عشان نتكلم بمنتاز صراح فالفرصة جات لك على طبق من دهب وأعتقد أنه كمان مع عودة المصابين نتكلم على أكرم توفيق نتكلم على عمار وبالمناسبة عمار خليني أقولكم أنه بيخضع خلال الأيام اللي جاية لبعض الفحوصات الطبية عشان يتم تقييم مادة استجابته للبرنامج التأهيلي اللي اتحطي له عشان يتعافى من جراحة الرباط الصليبي طبعا أعتقد كان أصيب بيها تقريبا في بطولة كاس العالم أو خلال مشاركة الأهلي في بطولة كاس العالم فبالتالي عمار واحدة من الأوراق اللي افتقدناها بشدة الموسم ده أكرم توفيق من الأوراق اللي افتقدناها بشدة الموسم ده وبالتالي لا فيه أوراق جاية مهمة جدا راجعة وفيه لعيبة أعتقد أنه الراحة السلبية قرار مجلس دارا أنه يريح لعيبة زي علي معلول وزي الشناوي وزي كانوا محتاجين ده لعيبة كانت بقالها ثلاث سنين ما بتعملش حاجة في الدنيا غير مشاركات بطولات صفر طيران رايق معسكرات طبيعي جدا شيء فوق طاقة البشر نتمنى أنه الفترة الرحة السلبية وكمان الفترة اللي هي الرسمية بعد انتهاء الموسم تكون مساحة أنه هم يستعيدوا فيها جزء نفسهم ياخدوا نفسهم ويستعيدوا جزء من اليقتهم الزهنية والبدنية عشان نبدأ موسم جاي والمركاته طبعا يعني احنا نتكلم على مركاته مفترض ان شاء الله أو منتظر يكون تاريخي يعني يكون الأول منه خصوصا أنه كمان السنة دي أو الموسم ده هو موسم تولي شركة أهلي كورت القدم المسؤولية وبالتالي نتمنى ان شاء الله أنه يلقى يعني قبول ويكون واحد من المصادر الرحة بالنسبة لجمهين نادي الأهلي قبل ما ندخل ونبدأ موسم في منتهى الأهمية فاصل